السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الأربعة 28 الثاني نوفمبر طبعا القمر اليوم موجود في برج العذراء وبرضو في عنا انتقال الزهرة اللي رح تنتقل الميزان طبعا حلقة الزهرة موجودة على القناة فيها تفصيل كثير لكل الأبراج وبشرح إن شاء الله يعجبكم بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج العذراء رح يظل في برج العذراء لها ساعة 8 و7 دقائق من صباح يوم الخميس اللي هو يوم الغد لا ينتقل القمر بعدها لبرج الميزان القمر الآن موجود في منزلة العواء وهي منزلة للربح والحرية والزواج ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 26 دقيقة من صباح اليوم الأربعة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة السماك الأعزل وهي منزلة للصلح والدواء والضرر طبعا القمر بما أنه موجود في برج العذراء معناته منعود لطبيعتنا الجادة منه للمزيد من الاهتمام لصحتنا من خلال ممارسة أو البدء بنظام غذائي أو تمرين رياضي بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب نذهب لعملنا بحيوية منركز في جميع التفاصيل والتدقيق بكل شيء منكون منظمين جدا الناس حوالينا نادرا ما بقدموا دعم مالي أو عاطفي في هاي الفترة لأنه العنصر العملي في حياتنا هو المسيطر أكثر احذروا من الوهم والوسواس في هاي الفترة لأنه بسيطر على كثير من الأشخاص هاي أفضل فترة للتخلص من عادات سيئة مثل التدخين شرب الكحوليات المهدئات المخدراءة وأيضا يمكننا تربية حيوان أليف بهاي الفترة وقراءة رواية أو كتاب مفيد أو البدء بعمل جديد أو تعزيز العلاقة مع الزملاء في العمل أو المراجعات والفحصات الطبية بالنسبة للزوايا الفلكية فطبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية رح تكون ذروتها ساعة ثنتين وثلاثة وخمسين دقيقة فجرا بتوقيت جرينيج منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساند والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون ذروتها ساعة تسعة وثمانية وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهم من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بعد هاي الزاوية في عنا الحدث اللي هو انتقال الزهرة اللي رح تنتقل من برج العذراء لبرج الميزان اليوم صباحا الساعة تسعة وثلاثين دقيقة صباحا ورح تضل بحركة أمامية في برج الميزان لغاية يوم أربعة تناعش الساعة ستة وخمسين دقيقة مساء بيشعروا موليد برج الميزان بقوة العاطفة وبيطرأ تحسن على مظهرهم الخارجي وبينجذب لهم أفراد من الجنس الآخر بيستفيد معهم موليد الأبراج الهوائية اللي هم الجوزاء والدلو والنارية اللي هم الحوت والأسد والقاوس وكل شخص لما انولد كان موجود عنده الزهرة في برجه أو في طالعه اللي هو الميزان اللي بينولده عادة لما بيكون الزهرة عندهم في الميزان هذولا ناس رومانسيين أو أشخاص رومانسيين فنانين بقدروا الأمور اللي إلها علاقة بالفن والجمال وبيميلوا لتبادل العاطفة مع الطرف الآخر بهدو واتزان بيحبوا امتلاك الحاجيات الفنية الجميلة والاهتمام بمظاهرهم العام مع وجود الزهرة طبعا في الميزان فهي الفترة أفضل بكثير من الفترات الماضية لأنه قوي جدا في وجوده في الميزان بتكون طاقته عالي جدا للزهرة فعشان هيك كثير من الأشخاص بيستفيدوا يا ريت اسمعوا الحلقة موجودة على القناة صارت فيها كثير من الأخبار المليحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تتليث إيجابية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية راح تكون الساعة ثنتين وتسعة وثلاثين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش اللي هي ذروتها بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة بتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزة والسينما والميل لكل ما هو مدهش وغريب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية راح تكون ذروتها ساعة عشر وتسعة عشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش تجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسي خلال هذا اليوم طبعاً عندنا البنكرياس، الأمعاء الدقيقة، الأعور، القولون، الجهاز الهضمي، الـ 12، المستقيم أجهزة الإحساس اللي هي العيون والأذنين هذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية ولكن دون الأعضاء اللي ذكرناها هذا اليوم أيضاً مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ويصلح لزلت الشعر الزائد بالليزر لا يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج العذراء خلو المسار القادم هو يوم الغد ساعة 54 دقيقة من صباح يوم الخميس ورح يستمر خلو المسار لغاية الساعة 8.7 دقائق مساء لا يستقر القمر بعدها في برج الميزان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال طبعاً اليوم عمره 25 يوم بكملهم الساعة 12 منتصف الليل نسبة الإضاءة 18% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 22-11 منتحسة بنسبة 60% الآن في ساعات العصر منتحسة بنسبة 75% القمر في العذراء حتى يوم 9-11 سعيد الآن بنسبة 60% في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 30% أما في ساعات الظهر بصير سعيد بنسبة 70% ساعات العصر سعيد بنسبة 85% أما في ساعات المساء المتأخرة سعيد بنسبة 70% عطارد في العقرب حتى يوم 10-11 منتحس بنسبة 40% الزهرة في العذراء ورح ينتقل للميزان ورح يضل في برج الميزان لأيوم 4-12 منتحس بنسبة 35% اليوم المريخ في العقرب حتى يوم 24-11 منتحس بنسبة 15% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31-12 منتحس بنسبة 15% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً بتكون تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك لأن التركيز رح يكون على العمل وعلى الصحة اليوم فبتكون تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم ممكن تشعر بالإرهاق بسبب كثرة الضغوط أو الأعمال أو الأعباء نظم عملك بشكل جيد وما تهمل الواجبات وحاذر من التفذير ممكن تعالج مسائل مالية أو تجد بعض الحلول لأمور اللي بتتعلق بالفواتير المتوجبة عليك برج الثور ابتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي والعاطفي عنكم حاولوا ترتيب الأوضاع اللي تراجعت في الأيام السابقة وصحيحوا الانطباعات عنكم اثبت للمشككين طاقتك وأيضاً أعمالك وما تستسلم للضغوط قبل تحقيق الإنجاز فعشان هيك اليوم بدك الثابر مظبوط برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعاً بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة أهمش إنك تهدئ من روعك وتوقف عن تفكير شوي هيك لأنه اليوم في نوع من أنواع التوتر عندك للزيادة والوسواس والقلق لأنه ممكن تقلق بشأن أحد أفراد العائلة أو تختلق المشاكل أهمش إنك ما تختلق المشاكل وما تخالف الرأي العام وما تناقش بجفاء حاول أنك تناقش بليونة تامة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعاً بتنشطه في مجال السفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لاجتياز امتحان وبإمكانك أنك تعززوا العلاقة مع أخ أو جار بتكثر التنقلات وبرضو اليوم ممكن هيك يعني يكون في حركة التواصل عالية جداً عندك فترة ممتازة لعقد مؤتمر أو للقيام برحلة أو بتكثر المطالبات وتجنب اعتماد أسلوب فضل وابتعد عن التحديات برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعاً اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي يعني ما بيجي عادة من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات وامتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية بتناقشوا موضوع مالي أهم شيء انكم ما تتسرعوا في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل ولا تبذروا أموالكم وكونوا عقلين ومتيقذين قبل التوقيع على العقود وحددوا أهدافكم برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعاً ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبيعمكم النشاط وبإمكانكم كتبادر لخطوة جديدة دعم من مكانتكم الاجتماعية ممكن تحسم أمورك وتقرر على شيء جديد بتفرح لا انفراج لا تسوية أو لا تطور أمر ما بتلفت نظر الآخرين بأفكارك الخلاقة وسرعة بديهتك وبتنهي مفاوضات لمصلحتك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً هذا اليوم يوم آخر فيطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم بتعيش في دوام من الكآب أو الإحباط وتعتبر هاي فترة فيها إرهاق وتقاعس فابتعد عن الأجواء الصاخبة والأماكن المقتضة وابحث عن الهدوء والسكينة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم أشخاص اليوم ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة ممكن تطلب منك هذا اليوم خود تجربة اجتماعية جديدة ومهمة وتتاح لك الفرصة اليوم لغربلت ومعرفة الصديق من العدو اظهر انفتاح واهتمام أكثر بعلاقاتك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعاً يعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة ممكن تتلقى عرض أو تجد نفسك في موقع مهم حاول انك تكون عند حسن الظن اتجنب الانفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحاذر من الحوادث برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لاسياً مع البعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم بتفرح لانفراج ملموس بترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتك وممكن تقوم بخطوة مباركة أو تتلقى إشارة إيجابية هاي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعاً بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدره يعني بيجي هيك نوع من أنواع المكاسب اللي هي الأموال المشتركة فممكن يجي من زوج زوجة أو بنك ضريبة تعمين أشياء من هذا القبيل برضو بتكون تخففوا من النفقات المتصاعدة اطلب رأي الشريق قبل التمسك بقرارك ممكن تنشغل بمسائل مالية وهموم صحية وعائلية باستطاعتك بحث موضوع قرض أو تمويل أهمش أنه ما تهمل التفاصيل الدقيقة بالنسبة لموليد برج الحوت طبعاً يعتبر هذا اليوم يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة طبعاً ما بنصح إتمام خطبة أو زواج أو توقيع عقد هذا اليوم لأنه أول إشي القمر منتحس بالنسبة عالية اثنين الزهرة بتنتقل قاعدة فلسه ما شكلت أول زواياها فما بنصح في هاي الأمور فعشان هيك برضو بتكون تحذروا من توجيه أي كلام جارح أو نابي أو بغير محله لأياً كان ممكن تواجه خصم شرس أو تشتد المنافسة بينكم حاول إنك ما تخالف القوانين عشان ما تدان ولكن الأمور اللي بتطلب تعاون من طرف ثاني ممكن شخص يساعدك أو يعاونك في مسألة فما في أي مشكلة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر